لما بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم أصابه صداع شديد في رأسه وهو عائد من جنازة كانت في البقية حتى أنه وضع عصابة على رأسه من شدة الألم وحينما اشتد به الألم استاذن أزواجه أن يقضي فترة مرضه عند عائشة رضي الله عنها فأخذه الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب إلى حجرتها وقبل خمسة أيام من وفاته ارتفعت حرارة جسمه واشتد عليه المرض ثم أحس بخفته في جسمه فدخل المسجد وعلى رأسه عصابة وخطب بالناس وهو جالس على منبره وصلى بيوم الظهر وقد صلى النبي بالمسلمين الصلوات جميعها حتى يوم الخميس قبل وفاته بأربعة أيام ولما حضرت صلاة عشاء الخميس اشتد المرض عليه فاسأل عن الصلاة الناس مرارا بعدما وغمي عليه فأخبروا إنهم ينتظرونه ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس حيث قالت عائشة رضي الله عنها فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرون قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاقتسل فذهبي لينوئ فأغمى عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاقتسل ثم ذهب لينوئ فأغمى عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاقتسل ثم ذهب لينوئ فأغمى عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الأخرى فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر بأن يصلي بالناس فأداء الرسول فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت حق بذلك فصلي فصلى أبو بكر تلك الأيام وقبل يومين من وفاته كان النبي قد وجد تحسنا في جسمه فخرج إلى المسجد وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس فلما رأاه أبو بكر قدمه للأمان بالمسلمين فأشار إليه النبي بأن لا يتأخر وقد صلى أبو بكر السبع عشر صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ احتضار النبي حين اشتداد ضحى يوم الثاني وكان بجوار عائشة رضي الله عنه فأسندته إليها وكان موته في بيتها وفي حجرها وعند اشتداد سكرات الموت عليه أقر أن الموت سكراته فرفع أصبحه وشخص ببصره للأعلى وسمعت عائشة منه كلمات فأصغت عليه وإذ به يقول اللهم أخفر لي وأرحمني وألحقني بالرفيق وقد تكررها ثلاثا قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى تاريخ ومكان وفاة النبي توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر للهجرة أي ما يوفق العام ستمائة وثلاثة وثلاثين ميلادي من شهر جزيران وكان له صلى الله عليه وسلم من العمر ثلاثة وستون عاما وقد خلد موته علامة من إشراط الساعة ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عواف بن مالك الإسجعي إنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من آدمي فقال أعدوا ستا بين يدي الساعة موتي تخسير النبي ودفنه صفى غسله وكفنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفته أهل بيته وعصبته من بني هاشم وهم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمه والعباس مع ابني الفضل وقثم وإسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا وتم تخسله وثيابه عليه ولم تنزع عنه فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنه إنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري إن جردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ودقنعه في صدري ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون منه أن أغسل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه وباشر علي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعده وأسنده إلى صدري وكان يقول وهو يغسله ما أعتبك يا رسول الله حيا وميتا أما العباس وأبنائه الفضل وقثم فكانوا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسامى وشقران يصبان الماء وشهد الغسل أوس بن خولي من بني عمرو بن عوف من الخرزرد فقد طلب ذلك من علي فأذن له وتم تكفين النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب من القطن دون نزع ثيابه عنه كما سبق الذكر الصلاة على النبي ودفنه بعد أن انتهت الصحابة رضي الله عنهم من تخصيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه وضعوه في بيته على سريره ليصلي عليه وقد صلى عليه المسلمون فراد من غير إماما يؤمهم بحيث تدخل جماعة من الناس تصلي عليه وتخرج فصلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان وقد دفن النبي في مكان في مكان فراشه في مكان المكان الذي قبض الله فيه روحه الطاهرة وتم ادخال النبي إلى القبر من جهة القبلة وجعلوا قبره مستطحن غير بارز ورش بلال بن رباه رضي الله عنه والماء على قبره ابتداء بالشقي الأيمن لرأس النبي الكريم وانتهاء بقدمه الشريفتين وكان الدفن ليلة الأربعاء وقد نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأخوه قثم وشقران مولى النبي وقيل أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عواف فكانوا هم اندفنوا النبي الساعات الأخيرة من حياة النبي صورت الساعات الأخيرة التي سبقت وفاء عظم البشر موقف حاسمة للغاية أولها عندما كان المسلمون يصلون صبيحة فجر اليوم الأثنين وكان إمامهم أبو بكر فحلت اطلالة باسمه من وجهة النبي الكريم عليهم بعدما كشف ستارة حجرة عائشة وثانية عند ارتفاع شمس الضحى إذ مر النبي بهضور ابنته فاطمة رضي الله عنه إليه وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها أخرى فضحكت فكانت الأولى أخبارها بأن سينتقل إلى الرفيق الأعلى أما الثانية فقد أخبرها بأنها أول أهل بيته الحاقا به وبأنها سيدة نساء العالمين وثالثها دعوته للحسين والحسن وتقبيلهما وتوصيته بهما حسنا ورابعها دعوته للإنساء ووضعانه وإلى هنا انتهينا الفيديو أتمنى قد أعجبكم لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بالنشر المزيد وشكرا على المشاهدة كان معكم موسيكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة